ننتقل من سوريا إلى فلسطين حيث نفذت قبل أيام السلطات المصرية أو عفوا إلى مصر السلطات المصرية حكم الإعدام في 15 شخصا خلال 24 ساعة حسب منصة نحن نسجل الحقوقية وقالت المنصة أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا اثنان منهم من القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية و13 آخرون في القضية المعروفة بأجناد مصر ليس هكذا فقط وإنما كتبت صفحة نحن نسجل عن قيام وزارة الداخلية بإصدار أوامر لأهالي من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بمنع صلاة الجنازة إلا من خلال الأسرة فقط ومنع العزاء ومن يحضر أثناء الدفن هم أيضا أقرباء الدرجة الأولى فقط كما أدرجوا خبر أن قوات الأمن وضعت كاميرات تصوير في محيط بعض منازل من تم إعدامهم أيضا أظهر تسجيل صوتي جرى تسريبه من داخل أحد السجون للمعتقل المنفذ بحق حكم الإعدام الأباصيري يروي ما وصفه بيوميات الإذلال والتنكيل التي تعرض لها داخل حبسه منذ اعتقاله وتحدث عن الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن برج الغرب في محافظة الإسكندرية شمال مصر لنستمع إلى جزء من هذا المقطع الصوتي معنا طبعا عدد المعتقلين هنا كتير سواء سجاسي وجنائي يقرب من مية يعني سادي زياد وساعة يال سادي نخرج حوال 24 فرض في المكان ده بالطنوع إنه في عشر يطلع العدد كل وقت واحد طبعا بنخرج فرض متغير مرة من تسعة لعشرة ومرة من عشرة لأحداشرة ومرة من حاشرة لأتناشرة حساس تلف عن الترايض اللي في الوقت ده لكن النوع ده هرزيانة بنصحة الصدق حوالي ثمانية تسعة ونصلي الضوحة ونخرج للترايض عادي نرجع نفترض ونصلي الضوحة ونودى نمسك المصحة أو لو فيها أي نقاش حولنا أي موضوع ونحدد كده صارت العصر ونصلي العصر من الغدى وبعد الغدى ممكن نغيح شوية أو نممكن نغض لحد المغرب ونصلي المغرب وكل واحد اللي يورد ممكن نقرأ كرآن مع بعضينا يعني يعني بفنامت كده وبعد كده نصلي العيشة أو برضي نفس الكلام بالأقرار اللي يحفظه أو اللي يسمع في نفس التعلم بعضيه بعد كده نقعد شوية أو نام نقبل الفاكر شوية نصلي القيام هذا كان مقتطف من المقطع الصوتي الذي تم تسريبه تقريبا هو 16 دقيقة فعلا نحكي فيه تفاصيل الاعتقال والإذلال اللي تم تعامل فيه مع السجناء بحقيقة كنت قبل شوي ذكرت صفحة موجودة على تويتر تحت عنوان نحن نسجل هذه المنصة يعني كل شوي تقريبا بتنزل فيديوهات أو حتى أخبار دقيقة ولها علاقة بما يحصل اليوم مع المعتقلين والمعتقلين السياسيين حتى بمصر وكل التفاصيل المتعلقة بالمظاهرات والحراك الشعبي